لدى استقبال سموه لأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين شدد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على أن وحدة الكلمة التجارية خير داعم للتنمية الاقتصادية وبخاصة في ظل التحديات التي تعتري طريق هذه التنمية على الصعيدين الأمني والاقتصادي إقليميا وعالميا لفتان سموه إلى سعي الحكومة إلى تبني المزيد من المبادرات التي تدعم القطاع الخاص بمختلف مستويات نشاطه وتضمن مساهمته الفاعلة في المنظومة الاقتصادية وقال سموه أن التطورات الاقتصادية العالمية فرضت على المنطقة بعض الخطوات والإجراءات لتضمن ديموم التنميتها وعدم تعثرها مضيفا أن غرفة تجارة وصناعة البحرين شريك استراتيجي ودورها محل تقدير في الشأن الاقتصادي وأن الحكومة تحرص أن يكون رأي الغرفة حاضرا في مختلف الشؤون التجارية والصناعية وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الحكومة مستمرة في تطوير البيئة التشريعية والإجراءية الخاصة بالاستثمار لافتان سموه إلى ضرورة أن يتزامن مع هذه التوجهات الحكومية الخاصة بالاستثمار ترويج إعلامي داخليا وخارجيا هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الإقضابية صباح اليوم مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة السيد خالد عبد الرحمن المؤيد وخلال اللقاء أثناء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الدور الهام والحيوي الذي تطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين في الشأن التجاري والاقتصادي مؤكدا سموه بأن الحكومة تحرص على تعزيز هذه المسيرة وتكريسها بما يعزز المصالح الاقتصادية والتجارية ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما يوالي القطاع الخاص بذله في دعم البناء الذي يخدم المسيرة الوطنية ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني التنافسية وقال سموه حققت مشاركة القطاع الخاص في التنمية نجاحا كبيرا وهذا ما يدفعنا لتعزيز هذه المشاركة وتوسيع مظلتها لتطال العديد من المجالات واشدد سموه على مواصلة الحكومة في تقديم كافة صور الدعم للقطاع الخاص وإثناده والتعزيز مشاركته في صياغة خطط التنمية والسياسات الاقتصادية المستقبلية من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بالدعم المتواصل من سمو رئيس الوزراء لغرفة تجارة وصناعة البحرين وللمسيرة التجارية مشيدا بما تواليه الحكومة تقديمه من مساعدة لتعزيز الحركة التجارية ومساعدة التجار ورجال الأعمال في تطوير أنشطتهم مؤكدا أن الإسناد المستمر لسمو رئيس الوزراء لغرفة تجارة وصناعة البحرين وللأسرة التجارية قد بوأ مملكة البحرين مكانة ريادية تجاريا واقتصاديا على المستويين الإقليمي والعالمي